جوان بشاشة ينطوي ومقاوم للموية وبكاميرا مخفية تحت الشاشة وبسعر قوي ويدعم القلم كأنه بديل للنوت سامسونج بالفعل ناوي تسوي أجهزة كأننا نتمناها وبسم الله أريكم معها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف سامسونج أعلنت عن جهازين جديدة بشاشات قابلة للطي الجالكسي فولد 3 5G والجالكسي زي فليب 3 5G كلهم يحملوا الأصدار الثالث أعطيكم نظرة على أهم مزاياهم وسأفعل مراجعة تفصلية عليهم بإذن الله فهنا دعونا أذكركم بالاشتراك وأعطيكم ثانيتين وأقول الآن سأبدأ بالجالكسي زي فولد 3 5G جسم الجهاز أقوى من الجيل الماضي بـ 10% يدعم مقاومة الماء بمعيار IPX8 أنحف من الجيل الماضي بشوي من الخارج لديكم شاشة 6.2 إنش من نوع Dynamic Omelad 2X أفضل من الجيل الماضي تأتي بكثافة البيكسلات 387 بيكسل في الإنش الواحد وبتردد ١٢ هرتز الخارجية وأيضاً الداخلية بتردد ١٢ هرتز ولكن حجمها 7.6 إنش من نوع Dynamic Omelad 2X وهي أفضل من الجيل الماضي وبكثافة 374 بيكسل للإنش قبل أن أخبركم الكاميرا المخفية، دعني أولاً نرى الكاميرات الباقية في الجهاز الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات كلهم ١٢ ميجا بيكسل عريضة جداً ومقربة وعندكم كاميرا أمامية بأسلوب الثقب بدقة ١٠ ميجا بيكسل الكاميرا هذه تستخدموا الشاشة الخارجية في التصوير والكاميرات الأمامية والخلفية بدون حتى تفتحوا الفولت أما الكاميرا الداخلية المخفية بتقنية تسمى الـ Under Display Camera هي كاميرا ٤ ميجا بيكسل وعلى طول، دعونا صريحين هي شوية بان ولكن عندما تعمل محتوى فيديوهات بالذات ويكون هناك عمق ألوان بالشيء الذي يعرض لا تباني بذلك الشكل الواضح وأجيب لها التفاصيل أكثر واختبارات وتحديات أكثر وأكمل وأقول أنه لديكم أيضاً دعم لأنماط كثيرة للتصوير في الكاميرات هذه كلها يعني حتى نمط الإخراج اللي جانا مع الـ S21 Ultra موجود في الفولت ثري معالج الجهاز هو الكوالكم سناب دراجون ثلاث ثمانيات معمارية ٥ نانومتر والأداء سيكون عالي بالتأكيد ذاكرة ١٢ جيجا بايت والمساحة التخزينية ٢٥٦ جيجا و ٥١٢ جيجا يدعم شريحة النانو وشريحة واحدة مدمجة البطارية غريبة أنها أقل من الجيل الماضي ١٠ ميلي أمبير بس وتأتي بسعة ٤٤٠ ميلي أمبير النظام الصوتي سماعتين ستيريو وتدعم هذه السماعتين صوت دولبي آتمس وأيضاً هناك قلم القلم الذي يدعم الفولد لأن الشاشة الفولد تختلف عن شاشات الجوالات الثانية هما هي تنطوي وأيضاً هناك قلم من نوعين الأول هو للفولد وقط واحد برو هذا القلم ينفى مع الفولد وأيضاً يدعم كل الأجهزة التي تدعم لقلم النوت مثل أجهزة الـ S21 Ultra ويعتبر قلم ذكي يعني يعرف أنه محطوط على نمط غير نمط الفولد لو أضعه على نمط النوت وتكتبه تفهموها بعدين لأنه سأقوم بتوضيح تفصيلي عن هذا القلم الذكي الجالكسي فولد ٣ 5G يأتي بثلاث ألوان فانتم أسود، فانتم فضي، وفانتم أخضر لفظ الفانتم يأتي على نفس نمط الألوان هذه وبصراحة الأكسسوارات كثيرة بين الكربون فايبر والجلد وأيضاً الكفرات المطاطية وغيرها وكثير حركات رائعة الجهاز عامةً رائق جداً وواضح التطور الذي صار من الأجيال الماضية سامسونج شادة بقوة على أن هذه الفئة تكون صحة وتعاونت مع أكثر من مئة مطور تطبيقات لكي تجربة هذه التطبيقات تكون ممتازة ومختلفة على الفولد وتستفيد من الشاشة الكبيرة والتفاصيل إن شاء الله لكامل تجارب وتحليلات الفولد مع التجربة الشاملة والتفصيلية التي تأتي قريباً على القناة ولكن أعطوني وقت مع الجهاز أيضاً، أعلنت سامسونج عن جهاز ثاني هذا علاقيه مرة أجمل من النسخة التي قبل أتحدث عن Z Flip 3 5G يأتي بألوان رائعة منها اللون الكريمي ويأتي بألوان سأتحدث عنها لاحقاً النظرة الأولى للجهاز ستجعلكم تعرف أن هناك شاشة أكبر خارجية بحجم 1.9 إنش وبكثافة 303 بيكسل الشاشة تأتي بفايدتها لاحقاً في الداخل لديكم شاشة Dynamic Omelid 2X بحجم 6.7 إنش فول اتش دي بلس كثافة 425 بيكسل في الأنش وتأتي بتردد 120 هيرتز نعم، على الفليب ومن ناحية الكاميرات، لدينا كاميرتين أساسية خلفية عريضة وعريضة جداً الكاميرتين هذه مغطاة بطبقة زجاجية شفافة من نوع Corning Gorilla Glass والكاميرات مع الشاشة الخارجية تجعل الواحد يأخذ صور فورية رائعة أو حتى فيديوهات ومع الإيماءات، يمديك أيضاً تأخذ هذه الصور ويمديكم تغيره بالزاوية عادية وزاوية عريضة جداً بل أيضاً، لو لم تستفيدوا من الكاميرات يمديكم تستفيدوا من الاختصارات الكثيرة الموجودة في الشاشة الخارجية التي تعطيكم قراءة إلى أكثر من ستة أسطر الآن، أذهب لجو الجهاز وأقول أن معالجه من معمارية 5 نانومتر تذكر أولاً، كان 7 نانومتر، الآن 5 نانومتر ومعالجه أيضاً من Qualcomm والسعة التخزينية هي 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت ذاكرة 8 جيجا بايت والبطارية تأتي بسعة 3300 ميلي أمبير نظام صوتي يدعم دوبي آتموس ويأتي بألوان الكريم الرائق الذي أعجبني اللافندر الأخضر وأيضاً فانتوم بلاك نلاحظين نفس درجة الفانتوم بلاك التي جاءت مع الفولد الأكسسوارات هنا شبابية جداً ورائقة جداً من ناحية الألوان وأيضاً في الأسلوب والابتكار الذي فيها مثل الرنج الموجود على هذا الكبر سامسونج أيضاً أعلنوا عن ساعات التي هي الجالكسي واتش فور السلسلة بنمطينها الجالكسي واتش فور بمقاسين 40 و44 وواتش فور كلاسيك التي تأتي بمقاسين 42 و46 لو تلاحظوا أن الكلاسيك نفس البرواز التاج الذي عليهم هذا يعتبر يدوي ويمديكم التحركو أما الجالكسي واتش أربعة فتأتي بنفس الدائرة تكون رقمية كلهم بمعالجات الـ Exynos W920 بمعمارية 5 نالو متر وهالمعالج لأول مرة يأتي على هذه الساعة ويأتي بنظام تشغيل أندرويد وير تم التخلي عن نظام تايزن عليهم الأمر هذا سيجعل التطبيقات أكثر وأيضاً إمكانية الاستخدام أفضل مع كامل أجهزة الأندرويد ليس منظومة سامسونج وأكيد لديكم إمكانيات المقاييس الحيوية مثل الـ BMI اللي لا أعلم كيف نضبطت مع سامسونج يريد أن أقوم بعمل فيديو مفصل مقارنة قياسات BMI من نادي احترافي ومقارنة مع نفس القياسات التي تطلع عليها الجالكسي واتش 4 هذه جايتكم قريب سامسونج أعلنوا عن الجالكسي بودز 2 التي تدعم بلوتوث 5.2 وتحتوي على ثلاث ميكروفونات وفيها عزل للأصوات الخارجية يصل إلى 98% هذا الشيء صادم يستحق التأكد والتجربة في المراجعة التفصيلية الاستخدام 20 ساعة لو اعتمدنا على البطارية التي تأتي في الحافظة وعلى فكرة الحافظة تأتي باللون الأبيض من الخارج على سلسلة الجالكسي بودز 2 والألوان تأتي من الداخل يأتي أسود يأبيض يأتي بيج أو بنفس جي ويوجد تطبيق الآن للسماعات على الكمبيوترات وهناك مزايا المقارنة والتناغم ما بين نفس السماعة بين الأجهزة المختلفة والتنقل بينهم قبل أن أقول لكم الأسعار دعني أوضح أن الموقع سامسونج في السعودية لديهم عروض لا تكون موجودة في المتاجر فخاصة فيهم فيمديكم تشيكوا على الأسعار التي لديهم وأيضاً على المتاجر ونبدأ بالأسعار دعني أبدأ بساعة الجالكسي واتش 4 نسخة 44 ميلي بـ 1199 ريال ونسخة 40 ميلي متر بـ 1099 ريال أما الكلاسيك فنسخة 46 ميلي تكون بسعر 1599 ريال ونسخة 42 ميلي متر تبدأ بـ 1499 ريال وكالعادة باقي العمولات أمامكم وأكيد عندما تحدث عن الجالكسي بـ 1299 ريال ونأتي إلى أهم جهازين الجالكسي زي فولد 3 5 جي الذي يبدأ سعره من 6799 ريال هذا يعني أن السعر أرخص بـ 500 دولار من المرة الماضية من الجهاز الذي قبله وأيضاً لو تحدث عن الجالكسي زي فليب 3 5 جي فسعره يبدأ من 3999 ريال وأمامكم العملات الأخرى وأيضاً يعني أن السعر أرخص مع تقنيات أعلى وبصراحة شكل أجمل بكثير من النسخة التي قبل وبالتأكيد متشوق الآن للتجربة التفصيلية التي ستبدأوا من اليوم على الفولد وعلى الفليب وأيضاً على مختلف شبكات التواصل الاجتماعية ستجدوني عن هذه التجربة وبالتأكيد لازم أقول أنه متشوق لتفاصيل التفاصيل في المراجعة في النظرة الأولى الكاملة وأيضاً في المراجعات التفصيلية فأقولوا لي في التعليقات وماذا أريدكم تعرفوا عن هذا الجهاز نهاية الفيديو وكل فيديو يا الله لك الحمد، يمكن هذا الآن 13 جهاز من أجهزة سامسونج التي كل سنة تطلع والتغطيات تأتيكم دائماً أول بأول هنا فأخليكم مشتركين وفعلين التنبيهات وسبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن واحد أحد